أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فما زلنا مع قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا وقد وصلنا في فروع هذه القاعدة إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وشفعة وصية وما لحق وفرع الشفعة الشفعة أولا هي استحقاق شريك ما بيع شريكه بنفس الثمن يعني أن يكون هناك شريكان أو أكثر يشتركان على الشياع في أصل من الأصول في عقار فيبيع أحد الشريكين نصيبه فحينئذ يكون لشريكه الحق في أن يشفع أي أن يتولى ذلك النصيب ويكون أحق وأجدر بشرائه من المشتري الأجنبي عن الشركة هذه هي الشفعة استحقاق شريك ما بيع شريكه بنفس الثمن فإذا باع أحد الشريكين دون أن يستأذن الآخر ودون أن يخبره فإن صاحبه وشريكه له الحق أن يكون أجدر بشراء نصيب شريكه وهذا الحق إنما أعطاه الشرع إياه دفعا لما قد يكون من ضرر بسبب دخول الأجنبي عليه وهذا الحق أيضا يمكن أن يورث إذا مات قبل أن يستوفيه وكان عازم عن استفائه مقررا أن يأخذ به فإنه ينتقل إلى ورثته فهو من الحقوق الموروثة الشفعة من الحقوق الموروثة ولكن من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالشفعة وما قبلها وهي الشركة من هذه الأحكام أن الشريك إذا أراد أن يبيع فإن بغي أن يخبر شريكه هذا هو الأصل لأنهما شريكان أو لأنهم إن كانوا أكثر من اثنين شركاء وشركتهم هي على الشياع ليست على القسمة كأن يكونوا ورثه كأن يموت موروثهم فيريثونه ويكون ذلك الشيء الذي ورثوه من أرض أو أصول أو غير ذلك ما زال على الشياع ولم يقسم بعده أو حتى إذا كانت هذه الشركة ليست إجبارية وإنما هي اختيارية كأن يشتري اثنان أرضا أو أن توهب لهما معا أو ما إلى ذلك فإذا كانت هناك شركة أملاك بين اثنين فأكثر كانت اختيارية أو كانت إجبارية إنما هي على الشياع لم يقسموا أو لم يقسموا ففي هذه الحالة يحسنوا شرعا وأخلاقا يحسنوا بالشريك الذي يريد أن يبيع أن يخبر صاحبه حتى يكون يعني عالما بهذا وإذا كان قادرا مستطيعا أن يشتريه فهو الأولى لكن لو سكت عن ذلك وباع نصيبه دون أن يخبر صاحبه ودون أن يستأذنه فهذا الكتمان لا ينفي حق شريكه في أن يشفع ذلك النصيب ويتولاه لنفسه فإذا شرعت الشفعة لرفع هذا الضرر ضرر دخول الأجنبي ولكن القاعدة عندنا أنه لا ضرر ولا ذرار لا ضرر ولا ذرار فحتى ذلك المشتري كل ما من شأنه أن يلحق به الضرر أيضا بسبب هذه الشفعة فينبغي رفعه ينبغي أن يزال هذا الضرر ومن الأضرار التي يمكن أن تلحقه هو لو أن الشريك الذي يريد أن يشفع لو طالت مدته في الأخذ بالشفعة لو قال أنا سأخذ بالشفعة ولكنه بقي دون أن يأخذ بها لذلك فله مهلة شرعية لا يجوز أن يتجاوزها فإن تجاوزها كان المشتري في حل من هذه الشفعة هذه المهلة التي تحدث عنها الفقهة هي سنة كاملة سنة كاملة إذن فإذا باع أحد الشركاء نصيبه أو إذا باع أحد الشريكين لأن الفقهة دائما يتصورون ذلك ويقررونه في الشريكين وأن تتقيس على الشريكين الشركاء إن كانوا أكثر من اثنين فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فللشريك الثاني الحق في الشفعة وينتظر بها يعطى مهلة هي عام كامل عام قمري كامل إذا مضى ذلك العام بشهوره الاثنين عشر ولم يأخذ بالشفعة سقط ذلك الحق سقط ذلك الحق إذن وجه دخول هذه المسألة في قاعدتنا هو لو أنه بقي سنة كاملة وهو لم يأخذ بالشفعة ثم جاءنا ليشفعة بعد السنة بقليل بيومين بيومين بأسبوع بما يعتبر في العرف قليلا فلو تأخر هذه المدة اليسيرة القليلة هل يعني يبقى له ذلك الحق قائما أو بغروب آخر بغروب شمس آخر يوم من هذه السنة ينتهي حقه تماما فإذا قلنا إن ما قارب الشيء يعطى حكمه فتأخره بقليل لا جناح عليه فيه فلا يسقط مع ذلك التأخر القليل حقه إذن هذا وجه دخل به فرع الشفعة في القاعدة ويمكن أيضا أن تحدث عن هذا الفرع من وجه آخر من وجه آخر وهو أن الشريك حينما باع نصيبه واشتراه منه المشتري ربما قد يكون خاصم له وحط له من الثمن شيئا قليلا أو غير ذلك أو قد يحطع له أكثر من القليل فحينما تقع الشفعة حينما يشفع الشريك الآخر الذي لم يبيع من حقه كذلك على مذهب من قال إن ما قارب الشيء يعطى حكمه أن يخصم له وأن يحط له من الثمن بمقدار ما حط للمشتري إذا كان ذلك قليلا إذا كان ذلك قليلا لأنه على كل حال جرت الآعراف بين الناس في عاملاتهم المالية وفي البيوع على وجه الخصوص بأنه قد يحط البائع للمشتري بعض الثمن ولكن يكون ذلك البعض قليلا فمن هنا إذا قلنا إن ما قارب الشيء يعطى حكمه فإن الشفيع حينما يستوفي شفعته ويأخذ بها له من حقه أن يخصم له وأن يحط له مثل ما حط من الثمن للمشتري لكن إذا كان قليلا هذا إذا قلنا ما قارب الشيء يعطى حكمه أما على قولي العكس فلا يحط له شيء لكن في جميع الحالات لو أن الشريك الذي باع لو حط للمشتري أكثر من القليل كما لو كان صديقه أو قريبه أو بينهما علاقة خاصة فحط له من الثمن أكثر من القليل فلا يمكن أن يستفيد الشفيع من هذا الحط ومن هذه النقيصة أبدا إنما يستفيد إذا كان ذلك قليلا وهذا على خلاف بين الفقهاء هذا على مذهبي من قال إنما قارب الشيء يعطى حكمه إذن هذا فرع الشفعة وشفعتين ثم قال وصيتين عطفها في حرف العطف للوزن وشفعتين وصيتين أي ووصيتين لوصية عند الفقهاء حينما يتحدثون عنها يتحدثون عن نوعين من الوصية هناك نوعان من الوصية وصية بالمال ووصية بالنظر أما الوصية بالنظر فهي أن يعهد الشخص لأحد يثق به وبأمانته ودينه وخلوقه وكذلك يثق بقدرته على تدبير الأموال يعهد إليه بالنظر في شؤون أولاده إذا حضرت الوفاة الشخص حينما يشعر بأنه مفارق للحياة ويحس بأنه ذاهب إلى الله عز وجل ومرتحل إليه ويكون له أولاد صغار قصر غير بالغين فإنه غالبا ما يعهد إلى أحد يثق به إلى أحد يثق بأمانته ونزاهته فيعهد إليه بالنظر في شؤون هؤلاء الأولاد القصر وقد لا يتأتى له ذلك قد تعاجله المنية قد يعاجله الموت دون أن يوصي بمن ينظر في شؤون أولاده فحينئذ أولاده القصر أولاده الذين هم غير بالغين حينما يموت أبوهم فهم يتام وبما أنه لم يوصي لم يعين ولم يعهد إلى من ينظر في شؤونهم فهم حينئذ مهملون ومن حق القاضي القاضي الذي يعني ينظر في أمور اليتام والمحاجير والقصر وما إلى ذلك من حقه أن يعين عليهم مقدما مقدما يعني يدبر أمور أموالهم ويشرف عليهم وينظر في تحقيق مصالحهم وضرء المفاسد عنهم فيما يتعلق بأموالهم إذن فالصغير الذي مات أبوه إما أن يكون له وصي وهو الذي يعينه الأب وإما أن لا يكون له وصي فإما أن يعين القاضي عليه قيما ناظرا فهذا هو المقدام أو أن لا يفعل فيبقى حينئذ يتيما مهملا إذن هذا هو أحد القسمين من الوصية الوصية بالنظر وهذا النوع هو في الحقيقة لا يدخل معنا في الفرع المشارئ إليه النوع الذي يدخل معنا هو النوع الآخر هو الوصية بالمال الوصية بالمال وهي أن يملك الإنسان بعض ماله لما بعد موته تمليك مال لما بعد الموت ولكن هذا المال الذي يملك والذي يعلق تمليكه إلى أو على ما بعد موت صاحبه ينبغي أن يستوفي شروطا منها أن لا يتجاوز الثلث ومنها أن لا يكون لوارث هذه أهم الشروط على كل حال فإذا أوصى لوارث فلا تصح هذه الوصية إلا إذا قبلها الورثة إذا قبلها الورثة فإن هذه الوصية تمضى وحين إذن هي عطية منهم بعض الفقهاء قالوا إذا أجاز الورثة هذه الوصية فإنها عطية منهم تعتبر ابتداء عطية ومنهم من قال هي تقرير لوصية الميت أوصاب النصف أوصاب يعني ببعض ماله لوارث من الورثة لأحد أبنائه مثلا فهذه وصية إذا أنفذها الورثة فهي تنفيذ للوصية إذن الوصية من شروطها ألا تكون لوارث كذلك من شروطها ألا تزيد على الثلث فإن أوصى بما هو زائد على الثلث أو أوصى بوصية هي أكثر من الثلث فالزائد على الثلث ما رده أيضا إلى الورثة إن أجازوه قبلت الوصية وإلا رد الزائد وقبلت ثلث فمن أوصى مثلا بنصف ماله أوصى بنصف ماله لغير وارث فأما الثلث فينفذ شرعا لسل أحد الاعتراض عليه ولكن الزائد على الثلث وهو السلث لأن النصف يكبر الثلث بالسلث فالورثة لهم الحق في أن يمضوا ويقبلوا هذا الزائد وهو السلث وهو السلث أو لا يقبلونه لهم أن يقبلوه ولهم أن لا يقبلوه فإذا قبلوا ورضوا كان للموصى له النصف كاملا وإن رفضوا جميعا لم يكن له إلا الثلث وقد يقبلوا البعض دون البعض قد يقبلوا بعضهم ويجيزوا الزائد على الثلث ويمتنعوا البعض وفي هذه الحالة نعطي لصاحب الوصية ما ناب الذين قبلوا وأجازوا ولا نعطيه ما ناب الذين امتنعوا عن الإجازة ولهذه الحالة طريقة معلومة عند الفقهاء وعلماء الوصايا والفرائد لهم طريقة حسابية معلومة كيف تحسب الوصايا من هذا القبيل أي من قبيل ما كان فيها زيادة على الثلث وأجاز ذلك الزائد بعض الوارثة ولم يجزه البعض الآخر فلها طريقة معروفة على كل حال لحسابها شهدوا عندنا أن من أوصى بأكثر من الثلث ولكن ذلك الزائد قليل قليل شيء قليل أوصى مثلا بمقدار من المال فلما نظرنا إلى ذلك المقدار وجدناه يزيد على الثلث بقدر قليل من هذا المال فمن قال إنما قارب الشيء يعطى حكمه لا مانع عنده ما زاد هو قليل فلا بأس به يجاز يجاز من غير نظر إلى رأي الوراتة من غير أن نحتاج إلى رأيهم وإنما نحتاج إلى رأيهم إذا كان الزائد ليس قليلا ليس يسيرا ومن قال بأن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه وإنما يعطى حكم نفسه وهو الأصل هو إذن أن الزائد ولو قل لا يعطى لصاحب الموصى له إلا إذا أجازه الورثة وشفعات وشفعات وصيات ثم قال رحمه الله تعالى وما لاحق من كثمار مكترين مع وكل ونظرين وشبهها من القليل نعم إذن الفرع الموالي وما لاحق من كثمار وما لاحق من كثمار هذا الكاف تقدم الحديث عن مثله في مواطن قد مضت وصبقت وقلنا إنه يتنزل منزلة الاسم فهو في حكم الاسم يقدر بمثل وما لاحق من مثل ثمار من مثل ثمار هذا الفرع يتعلق بمن اشترى الشجرة الأصل بعد ان اشترى الثمر الثمر من المعلوم ان شراءه يجب ان يكون بعد بدو صلاحه لا يجوز للمسلم ان يشتري الثمر قبل بدو صلاحه ولا للبائع ان يبيعه كذلك يعني ليس للبائع ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا للمشتري ان يشتريه قبل بدو صلاحه وهو المسمى في اصطلاح الشرع بالمخاضرة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه من البيع نهى عن المخاضرة والمخاضرة ان يباع الثمر اخضر اي ما زال لم ينضج وما زال لم يبدو صلاحه لانه ويمكن ان يبيع قبل الطيب النهائي وقبل النهج الكامل التام يمكن ان يباع قبل ذلك ولكن بعد ان يظهر صلاحه وانه يعني قد بدى وانه ما بقي الا ان يأتي الى اخر مراحله هذا ممكن هو المعبر عنه ببدو الصلاح وبدو الصلاح عند الفقهاء هو ان تزهي هذه الثمرة ان تزهي او ان تزه من الثلاث ومن الرباع يقال زهى الثمر او ازهى اذا ظهر لونه لونه الحقيقي لونه الذي يكون عليه دعك من اللون الاول الذي يكون اخضر فهذا على كل حل لا لكن اذا وصل الى لونه النهائي والى لونه الذي يكون عليه ثمرة ناضجة تامة نضج فهذا هو الزهو او الازهاء فاذا زهى الثمر او ازهى فقد بدا صلاحه فيمكن حينئذ شرعا ان يباع يجوز ان يباع بعد بودو صلاحه وهو الزهو او الازهاء فقبل ذلك شراء الثمر الثمر او شراء الثمر قبل ان يزهو قبل ان يزهي ان يظهر لونه ويبدو صلاحه شراءه قبل ذلك فيه غرر وهذا الغرر جاءنا من باب الجهالة لاننا لا ندري لا ندري هناك احتمالات متعددة احتمال ان تكون هناك جائحة احتمال ان يصاب هذا الثمر بمراض بمكروب بفيروس بكذا فلا يصل الى اخر مراحله لكن اذا بد صلاحه فحينئذ قد ادرك و حفظ من جميع احتمالات السابقة فحتى لو وقعت له بعدئذ جائحة فهذه جائحة اخرى هذه جائحة لكل حال الكل منتظر ان يبتلى بها من الفلاحين والذين يبيعون واشترون في هذه المنتوجات الفلاحية لكن يعني ان يكون الوضع وان تكون المرحلة فيها جهالة وفيها غرار لا لانه لو باع له الثمر في مراحله الاولى ما زال مزهرا ما زال على كل حال في اول مرحلة من مراحله لو باع الثمر في هذه المرحلة واعطى التمن ثم جاءت الجوائح فبأي حق اخذ ذلك البائع مال اخه بأي حق وما اعطاه شيئا المشتري اذا وقع ما وقع من هذه الاحتمالات يعني اعطى المال دون مقابل مقابل ماذا فلأجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة وهي ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه نعم اذا كان المشتري لا يريد ان يشتري الثمر لينتفع به ثمرا وانما لينتفع به من حيثه للمرحلة التي هو فيها يريده كذلك له منفعات فيه كذلك بحيث اذا اشتراه قطعه كما هو ولا ينتظره ان يصبح ناضجا كأن يستعمل به ادويتان او ما الى ذلك من المصالح الاخرى فهذا خارج عن نطاقنا هذا يسمى شراء الثمر على القطع لا على التبقية لانك اذا اشتري تحائطا او بستانا او حقلا فيه يعني ثمار ما زالت لم تنضج بعد فاما ان تشتري هذا الثمر على القطع او ان تشتريه على التبقية على التبقية اي انك تريد ان تبقيه وحتى ينضجه وحتى يطيب فتقصفه واما انك تشتريه على القطع اي انك تشتريه لتأخذه الان كما هو فشراء الثمر قبل بودو صلاحه لقطعه والانتفاء به كما هو في مجالات اخرى غير الطعام وغير القوت والتفكه وما الى ذلك فهذا امر آخر هذا جائز جائز لانك تشتري شيء ان تراه بعينك وهو موجود قائم فتريد ان تنتفع به في امور اخرى في بعض المصالح والمرافق الاخرى غير القوت وغير الفاكهة فهذا جائز لكن ان تشتريه باعتباره طعاما فلا بد ان يبدو صلاحه وان لا فالعقد عقد البيعي باطل لانه منهي عنه شرعا فاذا من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه اشترى الثمر ثم بعد ذلك بقليل اشترى الاصل اشترى الاصل اي الشجر الارض والشجر من المعلوم انك لو اشتريت مثلا ابتداء لو اشتريت الارض والشجر الذي فيها فحينئذ كان الثمر باد يعني صلاحه ام لا هذا امر لكل حال لا يطلب لا يعني لا يلزم المشتري ولا البائع ان يكون الثمر قد بدى صلاحه لان المشتري قد اشترى الارض والشجر فالثمر حينئذ تابع لاصله هذا جائز جائز لك ايها المسلم ان تشتري الارض والشجر والثمر ما زال في مراحله الاولى وما زال لم يبدو صلاحه لماذا جاز هذا لان هذا الثمر حينئذ هو تابع لاصله انت انما اشتريت الارض والشجر بمعنى انك اشتريت الاصلى والفرع تابع لاصله لكننا نتحدث عما اذا اشتريت الفرع فقط اشتريت الثمر وهو لم يبدو صلاحه بعده هذا لا يجوز لكن الصورة التي عندنا في القاعدة في هذا الفرع المندلس في القاعدة هو من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه وبالقرب من ذلك اشترى الأصل يعني قدم الفرع أولا ثم ثنى بشراء الأصل ثانيا فمن قال إنما قارب الشيعة حكمه وعمل بهذا الشطر من القاعدة فيجوز ذلك مع أنه اشترى الثمر قبل بدو صلاحه ولما كان قد اشترى بعد ذلك فورا بعد ذلك بمدة يسيرة وقليلة الأصل أي الشجر والأرض إذن فكأنه اشترى الأصل ثم الفرع لكن لو طالت المدة بينهما بين شراء الفرع الذي هو الثمر قبل بدو صلاحه وشرائه الأصل بمعنى أنه اشترى الثمر أولا غير بعد صلاحه ثم بعد مدة طويلة ويقدرها الفقهاء بالعشرين يوما فما هو أكثر فصاعدا فمن اشترى الثمر قبل بدو صلاحه ثم بعد شهرين مثلا أو شهرين اشترى الأصل فهذا لا غير داخل المعنى لا يجوز له ذلك لأنه جاء على أصل الحكم الشرعي الذي هو النهي عن شراء الثمر قبل بدو صلاحه فالكلام إذن عندنا في من اشترى الثمر قبل بدو صلاحه واشترى بعده بقريب الأصل فهل نعتبره كمن اشترى الأصل والثمر معا فإذن يجوز وهذا بناء على الشيق الأول في القاعدة أم لا بل لكل حكمه فهذا الشطر الثاني من القاعدة وعلى أساسه لا يجوز أيضا ذن هذا معنى قوله وما لاحق منك ثمار أي وما لاحق من الثمار مثلا بأصله في الشراء اشترى الثمار قبل بدو صلاحها ثم الحق بذلك أن اشترى الأصل والشجرة فهل يجوز هذا بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا يجوز بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه وكما قلنا هو الأصل هو أن كل شيء يأخذ حكم نفسه ومن الصور التي يمكن أن ننزل بها قضية الثمار وعدم بدو صلاحها يمكن أن نتصورها في صورة أخرى من غير هذه التي ذكرنا وذلك إذا اشترى المشتري الثمار يعني اشترها بعد بدو صلاحها ولكن قليلا منها لم يبدو صلاحه البستان أمامه جل ثماره باد صلاحه جل ثماره لم يعد هناك فيه جهالة ولا غرار ولكن جزء قليل هو الذي ما زال لم يبدو صلاحه فحتى هذه الصورة أيضا إذا قلنا بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه فيجوز له ذلك لأن الأكثر ولأن الجل محقق فيه الشرط فقد بدا صلاحه والأقل هو الذي لم يبدو صلاحه والقليل تابع للكثير والأقل كذلك تبع للأكثر والحكم للغالب كما هي القاعدة إذن فهذه صورة أخرى إذن وما لحق منك ثمار وما يقرر في الثمار التي هي من تكون على رؤوس الأشجار أيضا يقرر في الزروع يقرر في الزروع ف يعني هناك مسألة معروفة عند الفلاحين وهي مسألة القصيل والقصيل هو جز الشعير ما زال أخضر ما زال لم ينضج بعده وهو المسمى بالقصيل يعني يجزه أهله وأصحابه وملاكه لأسباب ولغايات على كل حال من بينها أن ينتفعوا به هم أنفسهم وكذلك دوابهم يتخذون ذلك على فل دوابهم وقد يعني يستعملونه هم أنفسهم فيأكلون منه هذا معروف عند الفلاحين القصيل هذا القصيل في الغالب الأغلبي أنه يخلف أنه يخلف فلا يجوز أن تشتري هذه الخلفة مستقلة لا يجوز مثلا صاحب الزرع جز قسما من زرعه كمية من زرعه جزها وزرع ما زال أخضر الشعير ما زال أخضر فيبيع لك خلفته هكذا لا يجوز يعني أن يبيعك خلفة هذا الشعير وهو يعني ما زال لم ينبت بعده ولم يخلف بعده ومن أدراك أنه سيخلف قد لا يخلف فإذا لو اشتريت عن الخلفة القصيل ابتداء واستقلال عن الأصل لا يجوز لكن لو اشتريته مع الأصل جاز لو اشتريت عن الأصل والخلفة جاز لأن الخلفة حينئذ صارت بمنزلة الفرع فهي تابعة للأصل لأنك اشتريت الأرض وعليها الزرع وبعض هذا الزرع قد جز قصيلا فإذن أنت اشتريت الأصل واشتريت الفرع دائما هي من قواعد الفقهاء أنه يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والتابع أعم من الفرع لأن من من مما يدخل في التابع فرع والبادل والخلاف هذه كلها داخلة في عموم التابع فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل لذلك من اشترى خلفة قصير استقلالا هكذا لا يجوز ولكن من اشترها بعد شراء الأصل هذا جائز الصورة التي يمكن أن ندخلها نحن الآن في هذه القاعدة هو من اشترى الخلفة أولا ثم أتبعها بالأصل لأن العكس جائز لا محل يعني لا خلاف اشترى الأصل والخلفة بعد ذلك هذا لا غربة فيه لا غبار عليه أين الخلاف هو لو اشترى الخلفة أولا ثم اشترى الأصل ثانيا إذن على قول من قال إنما قارب الشيء تحكمه أي كأنه اشترى الأصل والخلفة معا في وقت واحد فيجوز له ذلك وعلى القول الآخر لا يجوز وما لحق من كثمار مكتر الفرع الموالي المكتري وهناك صور تدخل في هذا الفرع أهمها أن المكتري لو زعم أنه دفع أجرة الكراء بعد انقضاء الواجيبة أي بعد انقضاء مدة الكراء بيومين أو يومين ودعى المكري غير ذلك يعني لو قام النزاع والخلاف بين المكري والمكتري في دفع الأجرة المكتري أي المستجير للعين المعقود عليها يدعي أنه دفع الأجرة والمكري صاحب العين يدعي أنه لم يقبض فإذا كان هذا عن قرب انتهاء الواجيبة بمعنى أنه في نهاية الشهر بعده بيوم أو يومين أو بمدة قليلة في العرف وقع هذا الاختلاف والنزاع بين المكري والمكتري فإذا كان ذلك النزاع عن قرب أي عن قرب انتهاء المدة التي يؤجر عليها وتدفع فيها الأجرة فإن القول حينئذ قول المكري لأن المكري زعم ودعى أنه لم يقبض الأجرة وزعم ذلك بعد انتهاء الواجيبة بمدة قليلة فكأنه ادعى ذلك في نهاية الواجيبة في نهاية المدة التي يجب أن يعطي المكتري أجرة الكراء فيها فالقول قوله القول قول المكري ويعني يصدق ولكن مع يمينه لا بد أن يؤدي اليمين حتى تطيب نفسه المكتري وأما العكس لو طالت المدة مضى شهرون شهران فوقع نفس النزاع فالقول حينئذ للمكتري لأن العادة والعرف العادة جرت ولأن العرف جرى بأن المكتري أو المكري يطالب بأجرته قبل أن يطول الوقت وقبل أن تطول المدة فلو كان فعلا كما يدعي لو كان لم يقبض الأجرة لماذا سكت هذه المدة فسكوته هذه المدة الطويلة دليل على أنه قبض أجرته فالقول حينئذ للمكتري مع يمينه أيضا لتطيب نفسه المكري إذن شهدوا عندنا في الشق الأول من هذه الصورة وهو ما إذا كان الدعاء عن قرب فإنه يصدق المكري بيمينه لأنه يدعي شيئا قريبا من وقته فكأنه ادعاه في وقته إذن هذا الفرع المتعلق بالمكتري من كثمار مكتر ثم قال مع وكيل الوكيل هو النائب الذي يقوم للموكل بما طلبه منه من بيع أو شراء أو إيجارة أو أي معاملة أخرى والوكيل والوكيل كالموكل الوكيل كالموكل إلا في بعض الاستثناءات التي سنصل إليها إن شاء الله تعالى عند قول الناظم رحمه الله وهل يد الوكيل كالموكل هذا الاستفهام يتعلق ببعض الحالات القليلة المعدودة وإلا ففيما سواها الأصل أن يد الوكيل كيد الموكل والموكل يسمى الأصيل فعندنا الوكيل وعندنا الأصيل فلو أن الأصيل الموكل قال له اشتري لي سلع الفلانية بكذا وكذا حدد له التمن فاشتراها هو بأكثر من ذلك الثمن بقليل زاد زيادة قليلة فهل يمضى هذا البيع ويجاز أو لا قيل يجاز بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه وقيل لا يجاز بناء على أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه وإنما يعطى حكم نفسه نكتفي الآن بهذا القدر وإلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين